سلسلة متواصلة من عمليات الفساد والاستئثار بالسلطة تعيشها العملية السياسية في العراق سلسلة وصلت حلقاتها اليوم لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يراد له أن يكون بوابة أخرى نحو مزيد من النفوذ الذي تتمتع به الكتل الكبيرة التي يتناسب حجمها طردياً مع حجم التزوير والفساد الذي ولغت فيه وها هي تتفق مرة أخرى على اقتسام الغنيمة بعد أن توافقت على تمريض القانون بتعديلاته الجديدة القانون المختلف عليه منذ عامين ونيف اعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9 وهما كانت تعرضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة وشمل التعديل أيضاً موعدة إجراء الانتخابات الذي سيكون في الأول من نيسان من عام 2020 وبشأن انتخابات محافظة التأميم أكد نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رزقار محمد أمين أن الانتخابات في المحافظة ستعتمد على سجلات الناخبين القديمة مع استثناء الوافدين إلى المحافظة بعد عام 2013 وعدم السماح لسكان المحافظة بخوض الانتخابات في أي منطقة عراقية أخرى النائب عن محافظة الأنبار قاسم الفهداوي أكد أن التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات فتح الباب مسبقا على عمليات التزوير مشيرا إلى وجود فقرة في القانون ستؤدي إلى إفراغ هذه الممارسة من محتوائها وهي اعتماد البطاقة البيومترية مقابل تحديث سجل الناخبين وتسليم 75% من هذه البطاقات وهو أمر لن يحصل لأنها عملية صعبة ومعقدة مضيفا أن الأمر سيكون بيد مدراء مراكز المفوضية في المحافظات مجلس النواب بتصويته على هذه التعديلات أسهم بشكل مباشر في تعزيز ديكتاتورية الأحزاب الكبيرة يقول مراقبون مشيرين إلى أن قانون الانتخابات لم يكن متوازنا بل جاء متناغما بشكل كبير مع رغبة كتل فصلت التعديلات على مقاسها بهدف تكريس هيمنتها على مجالس المحافظات المقبلة بسهولة وبالتالي فإن تلك المحافظات على موعد لسنوات قادمة مع الفشل والتخلف الذي حولها إلى خراب وأذاق أهلها ألوان البؤس والهوان ترجمة نانسي قنقر